كمثال لموضوع الانحدار لدينا هذا المثال خلال فترة الطفلة الرضية وهي أول 12 شهر من العمر طول الطفل خلال هذه الفترة يمكن التنبؤ به طبقا لمعادلة الانحدار التالية طول الطفل بالصنتي يساوي 55 زائد 2 مضروبة في عمر الطفل بالشهور هل تستطيع التنبؤ بطول الطفل عند عمر 7 شهور؟ معادلة الانحدار the regression equation y hat is equal to a intercept plus b slope times x independent variable so length of the baby in centimeters this is the equation is equal to 55 this is the a plus 2 this is the b times the age in months this is the y hat length of the baby this is the a 55 b is equal to 2 x is the age in months length of the baby at 7 months is equal to 55 plus 2 times 7 so it's 69 centimeters y hat هو طول الطفل عند سبع شهور a تساوي 55 b تساوي 2 h في هذه الحالة هو سبع شهور إذن فطول الطفل المتوقع عند سنة سبع شهور هو 69 سنتي